اشتركوا في القناة مباشرة جبناها عشان راجعها على قناتنا وي سمارت طبعا الجهازين الموجودين امامنا فكرة عملهم واحدة لكن قلية العمل بتختلف الـ i3 بعمل عن طريق الكهرباء والشلي بطن بعمل بطريقتين اما عن طريق وجوده على الشاحن هو بعمل بالاساس عن طريق البطارية طبعا ممكن يشتغل بوجود الشاحن وعدم وجود الشاحن وطبعا فيه فرق في الاستخدام بهاي الحالة رح نشرحه او رح نوضحه خلال التجربة رح نجربه اول اشي هو موجود على الشاحن طالما البطن موجود على الشاحن رح يضل متصل بالانترنت بشكل دائم ورح يوضح لنا هذا عن طريق الاضاءة اللي باللون الازرق الموجودة عليه رح توضح لنا انه متصل بالانترنت طبعا رح يكون البطن هذا كل الاوامر اللي بيستخدمها او اللي برسلها الاجهزة الشي اللي الموجودة عنا في المنزل رح تكون عن طريق الخاصية اللي شرحناها في السابق اللي هي عن طريق الاكشن اللي بتعتمد على الـ Direct Device-to-Device communication شرحناها في فيديو سابق راح أترككم رابطه في الأسفل هذا البطن عنده قدرة نرسل أربع أوامر مختلفة راح تكون الأوامر اللي بإمكاني نرسلها اللي هو انه ممكن نضغط على الزر أو Long Press أو Two Short Press أو Three Short Press يعني بإمكاننا نرسل أربع أوامر مختلفة إلى أجهزة موجودة عندنا بالمنزل وطبعا بإمكاننا كمان نضيفه عن طريق السينز ونتحكم في كل أجهزة المنزل عن طريق السينز لكن الفرق أنه عن طريق الأكشن جميع الأوامر تتنفذ Local حتى لو الانترنت مش متوفر أما السينز لازم يكون الانترنت متوفر عشان نستخدم هذا البطن عن طريقه طبعا أنا بالحال الموجودة أمامنا استخدمت أربع بلقات من شيل بلق اس عشان نجرب الأربع أوامر فأول أمر موجود عندنا هو أنه بإمكاننا نضغط ضغطة واحدة راح يشتغل عندنا البلق بشكل مباشر خلينا نضفي الإضاءة الموجودة عشان لن تبين إضاءة البلق فمباشرة زي بحنا شايفين بتحكم في البلق بحكم سريع جدا في البلق مجرد ما أضغط تحكم فوري وسريع طبعا هذا اللي هو الشورت بريس لو ضغطنا ضغطتين مباشرة راح نشغل بلق 2 وزي ما احنا شوفنا كمان تحكم سريع ونفس الشي ثلاث ضغطات راح يشتغل بلق 3 وعلى ضغطة مطولة راح يشتغل بلق 4 فهي ايك احنا جربنا البتن هو موجود على الشاحن في هاي الحالة كان تنفيذ الأوامر فوري الحالة الثانية احنا بإمكاننا نستخدمه بدون الشاحن خلينا نجربه بدون الشاحن ونشوف شو الفرق شو الفرق بقلية الاستخدام استخدام البتن بدون الشاحن مختلف تماما الشحن الواحدة لهذا البتن بتكفي انه هو يرسل ثلاث ألاف كومند في الشحن الواحدة طبعا هذا الحكي مستحيل على جهاز بعمل عن طريق الواي فاي على بطارية شحن لكن قليت العمل هذا البتن ذكية جدا مجرد ما هو يكون مش مستخدم هو ما بيفصل عن الواي فاي وبدخل وضع سليب عند استخدامه خلال ثانيتين بيكون هو شبك على الواي فاي نفد الأمر وبرجع لسليب فهذا الاشي اللي بخليه هو انه يستطيع انه يرسل ثلاث ألاف أمر في الشحن الواحدة خلينا نجربه ونشوف الفرق والسرعة نحط في الإضاءة عشان نجربه مباشرة شورت برس رح يشبك على الواي فاي رح ينفذ الأمر رح يرجع لسليب نفس الحالة رح يشبك على الواي فاي نفذ الأمر وسليب ونفس الشي ثري شورت برس وكمان اللي هو اللونج برس فزي ما احنا شفنا جودة الواي فاي هون مهمة جدا إذا في عنا أخطاء في الواي فاي رح ما رح يتنفذ هذا الأمر بسرعة اللي احنا شفناها ورح يستنزف بطارية الجهاز بسبب أخطاء الواي فاي ضرورة تكون عنا الواي فاي سليمة معدة بطريقة صحيحة تثبيت الواي بي أمر مهم بزيد السرعة في الاتصال طبعا هذا رح نشرح النتورك وأخطاء النتورك وكيف نثبت الواي بي بالطريقة الصحيحة في فيديوهات قادمة إن شاء الله لأنها مهمة جدا في الاسمارت سيستم طبعا احنا أخذنا فكرة عن البتن مع أربع بلاجات من شلي بلاج اس لكن الموضوع مش هون احدوده احدوده المنزل كامل بإمكاني عن طريق هذا البتن اني اتحكم في منزل كامل وحط الأوامر اللي بدي إياها وحتى بإمكاني اتحكم بإعدادات الأجهزة عن طريق التشتي تي بي كوماند زي ما احنا حكينا ورح نوضح هذا أكتر بشكل أكتر مع الشيلي آي ثري اللي رح نشرحه الآن الشيلي آي ثري قليت العمل شبيهة بقليت عمل الشيلي بوتن لكن طريقة التركيب وفكرة التركيب مختلفة أول شي الشيلي آي ثري بشتغل على أكتر من فولتية بشتغل من 110 إلى 240 أو من 60 دي سي طبعا فكرة عمله هو ما في ريلي زي ما احنا متعودين على أجهزة شيلي أو زي ما احنا متعودين من شيلي وان شيلي بي ام شيلي 2.5 هذا الجهاز فكرته فقط انه رح يستخدم الاكشن في وظيفته انه رح يقرأ حالة الكبسة عن طريق الانبوت الموجودة فيه احنا عندنا هنا انبوت 1 انبوت 2 انبوت 3 معنات انه هذا الجهاز منقدر احنا نركب عليه ثلاث كبسات حائط ونقرأ حالتهم ونحول حالتهم لأوامر فقط ما رح يشتغل هو ما رح يضع إضاءة هو نفسه يكون مربوط على إضاءة هو فقط موجود ورا ثلاث كبسات موجودة عندنا في المنزل مجرد ما هاي الكبسة تتحرك هو الحركة اللي رح تعملها هاي الكبسة رح ينفذها لأمر طبعا بإمكانه ينفذ 24 أمر كل كبسة بإمكانها تنفذ 8 أوامر بس مش فيه ان واحد ممكن تنفذ لحد 6 أوامر في ان واحد يعني في نفس الكبسين تتحكم في 6 أجهزة مختلفة أو بإمكانها طبعا كمان نربطه بالسين زي ما حكينا بالنسبة للبوتن اللي شرحنا قبل شوي فاحنا عنا هنا اللي هو الان البارد اللي الحامي والاي 1 اي 2 اي 3 هي أزرار رح تنطر ربط كل زر رح يربط مخرجه على هذا الجهاز اللي هو الاي 3 طبعا حجمه مناسب جدا أصغر بكتير من أجهزة تشيلل السابقة من ناحية السماكة من ناحية الأبعاد قريب جدا لكن من ناحية السماكة أرفع فهذا بسمح له أنه يعني بسمح لنا أنه نحطه في أماكن مهما كانت ضيقة وطبعا هو ممكن نحنا نخليه هذا مركز تحكم كامل للمنزل حتى إذا كان الواحد ساكن في فيرلا كانوا يخلي كل مدخل من هدول يتحكم له في طابق معين في الفيلا أو الشركة بإمكانك تتحكم في أمور معينة في الشركة فتعتمد على الأفكار الموجودة عندنا والقلية اللي إحنا رح نشتغل فيها طبعا قلية التركيب بسيطة جدا فزي ما حكينا إحنا كل مدخل من هدول رح نربط على كبسة فلو تفرجنا على هذه الأزرار الموجودة أمامنا اللي أنا مجهزها بشكل مسبق أنا مباشرة ربطت كل انبوت ربطته على مخرج الكبسة الكبسة بجيلها مدخل للكهربا ربطنا الكبسات ببعض زي ما احنا شايفين ربطنا الكبسات ببعض صارت الكبسات كلها تستنى أن نغذيها بالحامي والحامي رح يدخل على ثلاث كبسات عملنا جنبر بين الكبسات مباشرة مخارج الكبسات راحت على الانبوت تبع الشيلي اي ثري على الوان والتو ثري فصفه احنا عنا صار عنا بهاي الحالة كل كبسة داخلة على واحد من الانبوت الموجودين عنا ضل علينا أنه احنا نغذي الجهاز بالحامي هو والكبسات ونغذيه بالبارد على الان خطوة التركيب الوحيد المتبقي عنا انه احنا نربط الحامي هون عنا اللي رح يدخل على الجهاز رح نربطه بالحامي اللي رح يدخل على الكبسات عشان يكون من نفس المصدر بتغذوا ورح نربط كمان نغذيهم بمصدر الطاقة الخارجي رح يغذيهم بالكهرباء وبظل علينا انه نربط البارد مع البارد وهيك قليت التركيب بتكون جاهزة هذا هو الوضع النهائي بعد التركيب زي ما احنا بيين معنا الحامي اجا مباشرة راح على الجهاز وكمان راح على الكبسات الكبسات تعطوا لبعض الحامي طلعوا على الجهاز كل كبسة طلعت على مدخل والبارد طبعا راح بشكل مباشر على الجهاز وهذا هو الشكل النهائي للتركيب عشان تكون الصورة واضحة لالكم طبعا ممكن يكون في من احد الاراء الموجودة انه احنا استغنينا عن الازرار الموجودة عندنا في المنزل مقابل هذا الجهاز يعني انا هاي الثلاث ازرار اخذت المساحة كاملة عندي مثلا على باب المنزل بطل في عندي مكان لاضافة ازرار لكن في الحقيقة في خيارات موجودة بالاسواق ازرار تجي بنصف الحجم مثلا هاي الماركة اللي انا بتعامل معها اسمها فوتينة موجود عندها ازرار نصف بنصف حجم الكبسة الستاندر فلو حطينا هاي الزرين من من الازرار الصغيرة مقابل كبسة من الستاندر راح نلاقي انها هي بنفس الحجم فبامكاني انا احول هاي الثلاث ازرار لست ازرار مع ازرار صغيرة طبعا استخدمهم حسب الحاجة وحسب اللزوم كل واحد بعد ما جمعنا الكبسات خلينا نتفرج على الجهاز من داخل التطبيق عشان نفهمه بشكل اوضح من داخل التطبيق زي ما احنا شايفين الجهاز بيان عنا كل البتن بشكل منفصل مسمى عندي هون الشيء اي وان وثو وثري لما ندخل على الجهاز كل جهاز بيمكننا نحدد اول اشي نوع الكبسة اللي مربوط هو عليها في عنا خيارين بالنسبة لنوع الكبسة البتن تايب بهاي الحالة موجود عنا الخيار المومنتري والتقل التقل اللي هو الزر العادي اللي زي اللي موجود امامنا هون والمومنتري اللي هو اللحظي اللي هو ممكن مربوط بزنبرك يعني بس اضغط عليه برجع بشكل منفصل فانا اول خيار عندي لازم احدد شو نوع الكبسة اللي انا ربطها على كل مدخل بعد ما احدد كل خيار راح احدد شو الاكشن نفس الطريقة اللي استخدمناها بالبتن 1 راح نحدد الاكشن اللي احنا راح نستخدمه عندنا 8 خيارات لكل كبسة طبعا التمن خيارات مش كلهم فاعلين اول خيارين باعتمدوا زي ما احنا شايفين على الزر شو طبيعته اذا كان الزر تقل زي اللي موجود عنا على الشمال راح اقدر استخدم انه شو يسوي هذا الزر في حالة الان اللي هاي تعتبر حالة الان وشو راح يسوي بحالة الوف اللي هو الخيار التاني الموجود امامنا اللي هو الbutton switch off راح اختار شو راح يعمل الخيار اللي بعده اللي هو الbutton short press اللي هو يعتبر هادي تعتبر short press الخيار اللي بعده long press اللي هي تعتبر إذا أنا ضغطت بشكل مطول وبعدين تركت الزر تعتبر Short Press وعندي طبعاً اللي هو Two Short Press اللي هما تعتبر بهذا الشكل وعندي Three Short Press اللي هي نفس الطريقة اللي إحنا استخدمناها بال Button 1 هلأ الخيارين الجداد اللي عملتهم شيلي اللي هو Short مع Long Short أول بعدين تيجي Long هي بالحال اللي إحنا موجودين فيها رح نضغط على ال Button بشكل قصير بعدين شكل طويل هادي تعتبر اللي هي Short زائد Long Press وعندي الخيار الأخير اللي هو Long Press بضغط بشكل مطول مباشرة بضغط بشكل قصير طبعاً لما نتفرج عليهم رح نحس إنه الموضوع ممكن يكون مش منطقي أو بحتاج يوزر مانوال نحطه على باب المنزل عشان احنا نعرفوا تحكم فيها بس الفكرة من الموضوع إنه احنا نستخدم ال Button بالطريقة المناسبة على سبيل المثال الأطفال بحبوا كثير إنهم يلعبوا أزرار المنزل ممكن يكون فيه إشي حساس راكب على هذا الزر فأنا ممكن أستخدم طريقة الشورت واللونك عشان يكون هذه الألية صعبة على الأطفال إنهم يستخدموها أو لو ضغطوا لعبوا بالزر ما رح يصير إشي لازم هو يضغط بشكل عشان تتنفذ العملية أو مثلا أنا رابطه على التدفئة المركزية على سبيل المثال ما بديها إنه كل موحد يلعب من الأطفال في الزر إنها تشتغل فبدي إنها طريقة يعني ما تكون مفهومة بالنسبة لإلهم فسعتها بستخدم أنا الطريقة المناسبة لإلي حسب الظرف ممكن أستخدم عدة أوامر فإحنا عنا ست أوامر اللي هي بتعتمد على لونك و الشورت برس هذول ممكن أنا أنفذهم على البتن مع بعض يعني ممكن أنفذ ست أوامر إنه هذا الزر يتحكم بست أمور أو إذا كان عندي الزر تقل ممكن أستخدم أمر أو أمرين لهم إنه لما يكون الزر ON و لما يكون الزر OFF خلينا الآن ناخد تجربة عملية رح توضح لنا الصورة بشكل مختصر رح نستخدم الأزرار في التحكم في الأربع بلقات الموجودين أمامنا بالترتيب 1 2 3 4 رح نستخدمهم ON OFF و رح نستخدم كمان تايمر رح نفهم الصورة أكثر أثناء التجربة الأوامر اللي رح نستخدمها رح تظهر على الشاشة بإمكانكم تعملوا بوز بأي لحظة وتاخدوا الأوامر تشوفوا كيف إحنا استخدمنا هاي الأوامر الفرق رح يكون فقط الإي بي أدرس و رقم الرلي رقم الرلي طبعا بالأجهزة اللي مثل بلق بيكون سفر بالأجهزة اللي مثل شيلة 2.5 بيكون سفر أو واحد حسب الرلي المستخدم خلينا نبلش التجربة الآن رح نستخدم short long press و رح نستخدم two short press و three short press بالترتيب الموجود أمامنا رح نستخدم أولي شي short press رح تشغل لنا بلق 1 two short press رح تشغل لنا بلق 2 three short press رح تشغل لنا بلق 3 long press رح تشغل لنا بلق 4 رح نستخدم الآن short مع long press رح تطفلنا الأربع بلقات هاي رح نستخدم فيها السينز بهاي الحالة رح نستخدم اللي هي short و long press رح يطفل أربع بلقات مع بعض رح نستخدم الآن التايمر رح نستخدم short press رح يشتغل تايمر عشر ثواني two short press two short press رح يشتغل تايمر عشر ثواني على بلق 2 ثري شورت برس رح يشتغل تايمر عشر ثواني على بلغ ثري رح نستخدم لونغ برس رح يشتغل عندنا تايمر عشر ثواني على بلغ فور الأفكار عديدة طبعا أنا أعطيتكم مثال بسيط على بلغات تمكن تنفذوا هذا الأمر على بجرات على أي جهاز موجود عندكم وطبعا نتقل على بلغ فور وان ووف بشكل طبيعي الأفكار عديدة جدا ممكن شيلي آي ثري ينفذ أمور مستحيل كان تنفيذها في المنازل على سبيل المثال أنا بدي زر على مدخل المنزل يسكر لي ويفتح لي الأبجرات كاملة هذا الأمر مستحيل تنفيذه كان لأنك أنت بدك أسلاك توصل من كل أبجر لباب المنزل تكلفة كبيرة محتاج شغل محتاج تمديدات محتاج جهد عالي مع شيلي ما فيه إشي مستحيل شيلي آي ثري صدقا خلت ما فيه إشي مستحيل إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو لايك وسبسكرايب للقناة السلام عليكم